اخبار جديدة من اخبار حضر موت لهذا اليوم البداية مع العنوين محافظ حضر موت يكلف لجنة بالاشراف على مشروع قطع الاراضي للشهداء والجرحى وكيل اول حضر موت يعلن عن مشاريع صحية لمستشفيات الوادي الاعلان عن تبني المحافظ لعشرة مشاريع تربوية بمديرية غيل باوزير السبت الخامس عشر من ابريل عن اعقاد الهيئة التحضيرية العليا لمؤتمر حضر موت الجامع بيترو مسيلة تعلن عن استكمال مناقصة انشاء المحطة الكهرقازية من الاجاز الى التفاصيل اهلا بكم اصدر محافظ حضر موت اللواء الركن احمد سعيد بن بريك قرارا بتشكيل لجنة للإعداد والتحضير والاشراف على مشروع قطع الاراضي والشقق السكانية للشهداء والجرحى بمحافظة حضر موت وقضت المادة الاولى من القرار بتشكيل لجنة اشرافية عليا على مشروع منح غسر الشهداء والجرحى قطع اراضي وشقق سكانية على مستوى الساحل والوادي برئاسة المحافظ ووكيل الوادي والصحراء نائبا اول وقائد المنطقة العسكرية الثانية نائبا ثانيا وعضوية المعنيين في الامن والمؤسسات والادارات ذات العلاقة فيما قضت المادة الثانية بان تتولى اللجنة الاشرافية العليا ممارسة مهام استعراض الكشوفات والوثائق المرفوعة اليها من لجان الحصر وما تم عداده من مخططات سكانية من جهات الاختصاص وقضت المادة الثالثة بتكوين لجان حصر فرعية تابعة للجنة الاشرافية العليا إحداها في ساحل حضرموت والأخرى في الوادي تتولى حصر اسماء شهداء وجرح حضرموت من قوات النخبة الحضرمية والأمن والحراك الجنوبي وشهداء الاكتيالات والعمليات الإرهابية وشهداء حضرموت في حرب عام 1994 التقى محافظ حضرموت أحمد سعيد بن بريك بلجنة مسجد ورسمة اليوم في مدينة المكلة وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من الترتيبات الخاصة بالمسجد بالتزامن مع افتتاحه مطلع هذا الأسبوع وفي اللقاء الذي حضره مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد أحمد السعدي ومنذوب مجموعة العمودي شدد المحافظ بن بريك على أن تكون المساجد دورا للعبادة والتقاء الناس وجمع الشمل والتآلف بين الجميع مؤكدا على أن يكون المسجد بمنعا عن التجاذبات السياسية والصراعات والتطرف وأن يبقى نسيجها موحدا بعيدا عن كل انتماءات طائفية وعصبية المحافظ بن بريك وجه مكتب الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت مع منذوب مجموعة العمودي ومدين عام الشؤون القانونية بوضع لائحة تنظم عمل المسجد وإدارته والرفع بها للمحافظ لتعميدها والعمل بها كما التقى محافظ حضرموت أحمد سعيد بن بريك بممثلي مجموعة باثواب الاستثمارية لمناقشة عدد من المشاريع الاستثمارية المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة وكانت مجموعة باثواب الاستثمارية تقدمت لمحافظ حضرموت بعدد من المشاريع الاستثمارية منها إنشاء حديقة ملاهي متعديدة لقراض بمدينة المكلة وبناء مجمع صناعي وصوامع المحافظ وجه بإعداد مذكرة تفاهم حول المشاريع المراد تنفيذها من كبل المجموعة على أن يبدأ العمل فيها بعد التوقيع مباشرة مؤكداً على الجهات ذات الاختصاص سرعة تسليم المواقع المزمع إقامة الحديقة العامة فيها وأبدأت مجموعة باثواب تقديم الدعم والمساعدة للمحافظة في مجال المختبرات والأجهزة الطبية وتقديم إسامات متعددة في مجال التعليم بالمحافظة وإلى الوادي حيث التقى وكيل أول حضر موت عمر بن حبريش العلي ووكيل حضر موت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري التقيا بمديري المستشفيات والمكاتب الصحية في الوادي والصحراء وفي اللقاء أعلن الوكيل عمر بن حبريش عن تبني إنشاء قرث عناية ووحدة القلب مستشفى سئون وتأثيث وتأهيل بعض المراكز والوحدات الصحية ودعم مشروع الموازنة التشغيلية لمركز الأولام بالوادي ودعم وتأثيث المركز الصحي بمنطقة مشطة بمديرية تريم ومشروع العناية المركزة بمستشفى القطن العام بالأجهزة الضرورية ومشروع مركز القلب بمستشفى سئون العام والعمل على إنشاء وحدة خاصة لمرضى القلب بالمدينة من جانبهم ثمن مديرو المستشفيات المستهدفة تبني السلطة المحلية لهذه المشاريع مؤكدين أهميتها في التخفيف عن المرضى إلى ذلك دعا وكيل أول محافظة حضر موت عمر بن حبريش خلال لقائه بعدد من العلماء ورجال الدين إلى ضرورة الحفاظ على اللحمة المجتمعية موضحا أن زيارته للوادي تاتي لتلمس هموم ومتطلبات المواطنين وفي اللقاء الذي حضره وكيل شؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ذكر عميد دار المصطفى للدراسة الإسلامية الحبيب عمر بن حفيظ رؤساء ومرؤوسين بالله وضرورة الصلة الكبيرة به والحفاظ على الصلاة مشددا على الاهتمام بالرعية والتشاور والقياد التام لكل ما يرضي الرحمن في السراء والضراء وثمن بالحفيظة الجهود التي تبدلها السلطات المحلية على مستوى المحافظة معلنا مباركته وتأييده لكل ما يخدم المجتمع الحضرمي ويوفر له الرخاء والسلامة كما قام موكيل أول حضرموت بزيارة لمبنى ثانوية ابن حم بتاربة متعذفا على سير العمل التربوي والتعليمي فيها تعقد يوم السبت الخمس عشر من إبريل في فندق بحر العرب بمدينة المكلة أعمال الاجتماع للجنة التحضيرية العليا لمؤتمر حضرموت الجامع وأكد مشرف لجنة الإعداد والتهية أبو بكر السري على استكمال كافة الاستعدادات والترتيبات الفنية واللوجستية لعقد اجتماع الهيئة التحضيرية العليا للمؤتمر واستقبال كبار الضيوف والمشاركين فيه مشيرا إلى أن الهيئة التحضيرية العليا المكونة من 161 عضوا ستقف أمام مختلف الوثائق والرؤى المقدمة من كل المكونات والشخصيات في الداخل والمهجر وإقرار المندبين لمؤتمر حضرموت الجامع وتحديد موعد عقاده كما ستناقش الهيئة تقريرا تفصيليا عن مختلف الأنشطة والمهام المنفذة خلال الفترة التحضيرية السابقة ومشروع القرارات والتوصيات إضافة إلى التوقيع على وثيقة ميثاق الشرف بين كافة المكونات المجتمعية الحضرمية ولفت السري إلى أن اجتماع الهيئة التحضيرية العليا يحمل أهمية بالقة بوصفه سيضع اللمسات الأخيرة لعقد مؤتمر حضرموت الجامع وهو الحدث التاريخي والاستثنائي الذي ينتظره أبناء حضرموت قاطبة لرسم رؤية شاملة لحاضر ومستقبل حضرموت واستعادة مكانتها والمطالبة بحقوقها وتعزيز دعائم أمنها واستقرارها تعليميا تبنى محافظ حضرموت أحمد سعيد بن بريك تمويل وإقامة وتنفيذ عشر مشاريع تعليمية وتربوية في عدد من مناطق قيلبا وزير أكد ذلك مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت جمال سالم عبدون خلال لقائه بعدد من قيادة العمل التربوي والتعليمي بمديرية قيلبا وزير موضحا أن المشاريع العشرة التي تم اعتمادها من قبل المحافظ بن بريك تتمثل في بناء قاعات للأنشطة الصفية للطالبات مع التأثيذ في ثانوية البنات ومجمع القارة إضافة إلى بناء صفوف إضافية ومسرح وظلات وقرف حراسة وأحواض تشجير بروضتي شحير والقارة وبناء قاعات اجتماعات مع التأثيذ لإدارة التربية والتعليم بالمديرية بالإضافة إلى بناء ظلات ومسرح وقرفة حراسة ورفع السور لروضتي المستقبل و22 مايو واستكمال بناء قاعات النشاطات مع التأثيذ بمدرسة الأول من مايو بالقارة وبناء ستة صفوف دراسية إضافية ومرافقها وترميم 11 صفا آخر وتهديم المبنى القديم بمدرسة الشهداء بمطيقة الصداع وبناء مكتب للمعلمين مع التأثيذ بمدرسة حباير بقي الباوزير وعلى الصعيد التربوي أيضا أقرت اللجنة الإشرافية للامتحانات بساحل حضر موت في اجتماعها المنعقد برئاسة مدير مكتب وزارة التربية والتعليم جمال عبدون أقرت الخطوات التنفيذية والنهائية لإجراء امتحانات الشهدتين الأساسية والثنوية حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات الشهد الأساسية صباح الأحد الرابع عشر من مايو القادم وأجرى خلال اجتماع اللجنة استعراض وإكرار لجان الضبط والتحكم بالمديريات وروساء المراكز الامتحانية إضافة إلى مناقشة جملة من الموضوعات الامتحانية وأخرج الاجتماع بجملة من القرارات والتوصيات تصب في مصلحة سير العملية الامتحانية وتم في الاجتماع تشديد على الاختيار الدقيق لرؤساء المراكز الامتحانية وفق الشروط والمعايير المتفق عليها ممن تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة والخبرة ووجه الاجتماع بضرورة قيام الإدارات التربوية والتعليمية ولجان الضبط والتحكم بالمديريات القيام بدورها في عملية التوعية بخطورة ظاهرة القش من خلال النزولات الميدانية على الطلاب والطالبات الذين سيأخذون امتحانات الشهادتين الأساسية والثنوية أعلنت شركة بيتروموسيلة النفطية عن إجراءات التقدم والمستويات في مشروع المحطة الكهروقازية بعد أن تم تعديل النطاق الفني للمشروع بعد توجهات رئيس الجمهورية بمضاعفة القوة من 20 ميجاوات إلى 50 ميجاوات وذكرت الشركة في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية السبع أنه تم اختيار الشركة التكنيب لقرض دراسة تصاميم الهندسية والمساعدة في تقييم العروض الفنية وتحديد الشركات المؤهلة فنيا لضمان تنفيذ المشروع بشكل متكامل ونموذجي وأشارت الشركة إلى أنها دشنت مناقصة المشروع في النصف الثاني من يناير الماضي وتم خلال الفترة الماضية استلام العطاءات الفنية من الشركات المعتمدة في مرحلة التأحل الأولى وتقييمها وتم تحديد الشركات المؤهلة فنيا حسب القواهد والمعايير الفنية ولفتت إلى أنها اختارت شركة جنرال ألكتريك الأمريكية لشحن التروينات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية وسيتم شحنها خلال الفترة القادمة إلى بلدنا وأكد البيان أن الشركة بدأت التجهيز للأعمال الإشائية والفنية في الموقع المخطط للمشروع وتوقعت الانتهاء من المشروع خلال الأشهر القادمة وبما يسهم في تأمين الطاقة الكهربائية بشكل مستمر للمواطنين في حضر موت جرى بالمكلة بحث أوجه التعاون المشترك بين مؤسسة حضر موت للاختراع والتقدم العلمي ومؤسسة الرشيد الخيرية بالسودان في مجال التعليم والبحث العلمي التطبيقي وربط مركز حضر موت للعلوم الطبيعية والتطبيقية بمؤسسة الاختراع بمراكز الإبحاث العلمية والجامعات السودانية جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس مؤسسة الرشيد الخيرية بجمهورية السودان الشيخ محمد عبود باعبود لمؤسسة حضر موت للاختراع حيث بحث مع رئيس مؤسسة حضر موت للاختراع المهندس فهد عبد الله باعش بحث معه إجراءات التنسيق لتسهيل ابتعاث الباحثين لزيارة الجامعات والمراكز السودانية لإجراء التطبيق والتدريب العملي للتجارب البحثية التي ستساهم في حل بعض المشكلات المجتمعية في حضر موت ختام الأخبار إليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها محافظ حضر موت يكلف لجنة بالإشراف على مشروع قطع الأراضي للشهداء والجرحى وكيل أول حضر موت يعلن عن مشاريع صحية لمستشفيات الوادي الإعلان عن تبني المحافظ لعشرة مشاريع ثربوية بمدرية غيلبا وزير السبت الخامس عشر من إبريل عن عقاد الهيئة التحضيرية العليا لمؤتمر حضر موت الجامع بيترو مسيلة تعلن عن استكمال مناقصة إنشاء المحطة الكهروقازية انتهت الأخبار لهذا اليوم مزيد من التفاصيل تابعونا على اليوتيوب وعلى منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وتويتر جمعتكم مباركة وفي أمان الله اشتركوا في القناة